يعتدر ويعتدر لذوي الأعذار الشرعية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا أحبتي مازال حديثنا موصولا حول أصول التربية الإسلامية في إطار حديثنا الكبير عن قضايا الأسرة وأنه ينبغي على الإنسان الذي يريد أن يؤسس أسرة أو كون أسرة أن يربي نفسه بما يجعله مؤهلة لقيادة هذه الأسرة وأخذها إلى بر الأمان ولإصلاحها وجلب ما ينفعها في أمور الدين وأمور الدنيا فيجب على الإنسان أن يعرف الأمور التي ينبغي عليه أن يربي نفسه عليها وكذلك يربي عليها أفراد أمته في سلسلة لقاءات تحدثنا عن بعض أصول التربية الإسلامية وفي آخر لقاء أحبة في الله كان الحديث عن العلم أن يربي الإنسان نفسه على العلم وتحدثت فيه بفضل الله سبحانه وتعالى عن العلم بمعناه العام الشامل أن يحرص الإنسان على أن يتخصص في أمر من الأمور التي ينفع بها نفسه وينفع بها أمته سواء كان ذلك في أمور الدين أو أمور الدنيا فعى بنية صالحة فلا ينبغي على الإنسان أن يهمل أيضا التخصصات التي تنفع الأمة في شتى مناحي الحياة لكي لا تكون عالى على غيرها ولكي تجعلها في مجالات الصبق والريادة بفضل الله سبحانه وتعالى فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك تكلمت عن خطورة أن يكون الإنسان في منصب من المناصب وهو غير مؤهل في ذلك خطورة أن يتحصل الإنسان على شهادة لمجرد الشهادة وهو لم يستنر بنور العلم الذي يجعله مؤهلا للتواجد في منصب أو في عمل من الأعمال وأن ذلك فيه ضرر كبير المفروض أن الشهادة علامة على أنه درس وتعلم فإذا أصبح الأمر معكوسا وأنه يأخذ الشهادة ولا يستنير ويحاول أنه يدرس بإهمال واللي تعلمه النهاردة ينسى بكرة وما يحرص على أن يحافظ على ما تعلم عليه فإذا به يجد نفسه غير مؤهل لدرجة حتى في المناصب الدنيوية الآن أو في عموم الأعمال طلب الوظائف سواء كانت دنيوية أو الدينية بيحرص أن يطلب على طالب حديث التخرج لأن العادة أن الطالب للأسف الشديد ما بيحاولش يحافظ على ما تعلمه في أثناء الدراسة وبيهمله فبينساه فبتمر عليه الأيام فكأنه لم يدرس شيئا ده تضييع لسنين العمر وما أنت ليه ضيعت العمر ده في الدراسة وهذه السنين وهذه الأيام الطويلة فعلى الإنسان أن يحرص على تخصص إذا قادتك الشهادة إذا قادتك الظروف أو الأمور أو المجموع أو أي شيء إلى تخصص ما وأصبح قدرك فاحرص على أن تتعلمه وأن تبدع فيه وأن تتخصص فيه وعلى أن تفهمه فهما جيدا تنفع به نفسك وأمتك فحدثت أحبتي في الله في لقاء سبق عن أهمية العلم خصوصا وكذلك أهمية العلم الشرعي وإن الإنسان حتى وإن كان متخصص في أي فن من الفنون الدنيوية لا ينبغي عليه أن يهمل الأحكام الشرعية ومعرفة الأمور التي يتقرب بها إلى الله ومعرفة الأمور التي تبعده عن الله سبحانه وتعالى إما بالجلوس بين يدي أهل العلم فإن لم يتيصر له ذلك فبالاستفتاء والسؤال في كل صغيرة وكبيرة مع كثرة الأسئلة وكثرة الاستفتاءات فمع الوقت ستكون عنده دراية ويكون عنده وكون قاعدة معلومات مهمة ومفيدة في المجال الذي هو في إطار المعاملات التي يتعاملها والمجالات المتاحة له بفضل الله سبحانه وتعالى لكن لا ينبغي أن يهمل الإنسان ذلك أيضا فإذا كان هذا كحديث عن أهمية العلم عموما أيها الكرام المؤمنون من أجل أن ينفع الإنسان نفسه ومن أجل أن ينفع أمته ومن أجل أن يقوم بعمل سواء كان عمل ديني أو عمل دنيوي على الوجه الأكمل من أجل أن يكون مؤهلا للمناصب التي يتقلدها فعليه أن يحرص على الفهم وعلى العلم عموما فإذا كان الأمر كذلك فينبغي علينا أيضا أن لا نهمل العلم الشرعي ولفضله ولأهميته وأن كثيرا من الناس ابتعدوا عنه بحقة أنه ليس تخصصهم أحببت أيها الأحبة في الله أن أبين في هذا اللقاء طرفا أيضا من النصوص الشرعية المبينة لأهمية العلم الشرعي على سبيل الخصوص إحنا اتفأنا العلم عموما نحتاج إليه بفضل الله سبحانه وتعالى اتفقنا على ذلك أن تتحتاج إلى قدر من العلم الشرعي إما بالجلوس بين يدي العلماء وإما بصحبة العلماء أو طلبة العلم ألف العالمين الأطقياء الربانيين الذين يعلموا علم الشريعة عرموا أحكام الله سبحانه وتعالى وتعلموا بطريقة صحيحة وكذلك فهموا عن الله سبحانه وتعالى ودرسوا على يد أهل العلم الأطقياء المخلصين فعلى ذلك أو هؤلاء عليك أن تصحبهم بفضل الله طيب اللي يدفعك لصحبة أهل العلم واستفتائهم لأن ده نوع من التعلم ما الاستفتاء ده نوع من التعلم بتعلم حكم شرعي أو بالجلوس بين يد العلماء في دراسة خصصية أو على الأقل تعلم مبادئ الشريعة أو على الأقل يكون هناك ثقافة عامة فيما يخص الأمور الشرعية أو الدراسات الإسلامية الذي يدفعك إلى ذلك أن تتدبر معي ما يليه العلم نعمة من الله سبحانه وتعالى العلم بكتاب الله وبسنة رسوله فاحرص على أن تتعلم أو على أن تصحب عالما الله سبحانه وتعالى بدأ في كتابه بذكر العلم قبل العمل وقرن اسم العلماء باسمه فقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله يبأ إذن فرق بين أن تقول لا إله إلا الله وبين أن تعلم لا إله إلا الله وتقول لا إله إلا الله لأن ذا له أصر في حياتك عشان نعرف أن كلام دا عام لعموم الناس أيها الكرام اعلم معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله فأي شيء يتنافى مع إفراد الله بالعبادة يتنافى مع إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا يبعدك عن الله سبحانه وتعالى يقعك في الشرك والعياذ بالله فعليك أن تحذر كثير من الناس يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعلمون معنى الله أراد منك أن تعلم معناها وتقولها أن تقولها وأن تعلم معناها أراد منك هذا سبحانه وتعالى هكذا تقول لا إله إلا الله وتعلم معنى لا إله إلا الله لكن تقول وخلاص والعلم بمعزل ويبهد هذا لا ينبغي فاعلم معنى الكلمة المشركين زمان أيها الكرام المؤمنون هؤلاء المشركون لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله لأنهم يفهمون معنى الكلمة وإن لها توابع مش مجرد كلمة تقال مجرد كلمة تقال قل نكن لك عشرة نقول الكلام ساه لكن علموا أن لها مدلولا وأن على الإنسان أن يلتزم بهذا المدلول فلذلك لما قيل لن قولوا لا إله إلا لقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب طب لأن معلموا أن معنى الكلمة ستجعلهم يتبرؤون من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى أما للإنسان يقول لا إله إلا الله ويزبح لغير الله ويدعو غير الله وينظر إلى غير الله إلى آخره فهذا لا ينبغي أن يكون هذا مجرد كلام فهنا شوف فرق بين من يعلم وبين من يجهل فمن يعلم يعمل بمقتدى العلم على الوجه المطلوب فيؤجر وينجو ومن يقول بلا علم لا يعمل على المقتدى المطلوب فيهلك نفسه والعياذ بالله ويضل ويضل عياذا بالله سبحانه وتعالى ففرق كبير وبون شاسع لذلك بدأ الله بالعلم قبل العمل فقال تعلم أنه لا إله إلا الله لا قول عمل اعلم ثم قل فعليك أن تراعي ذلك وأن تعلم أهمية ذلك العلم منه من الله لأن به تنصلح الأعمال التي تقربك بها تقربك إلى الله لأن به تعرف تعرف ما يبعدك عن الله وكيف تبعد عنه وكيف تتقيه يعني كيف تتقي ما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى كيف تصلح قلبك وكيف تقيه فتن الشهوات وفتن الشبهات هذا بالعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام علمك إنك ما تفتحش الباب للحرام لأنك لو وربت الباب هتقع فيه وأن الفتن من يستشرف لا تستشرف هكذا ويحك إن تفتح تلج كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث فهكذا ويحك إن تفتح تلج إذا فتحت بابا للحرام وسهلت نفسك على نفسك باب من الحرام سيجر إلى أبواب أخر وسيبعدك عن الله سبحانه وتعالى دا كمثال إذن العلم يجعلك تحافظ على الإيمان تحافظ على التوحيد كيف أحافظ على إيماني كيف أحافظ على توحيد كيف أحافظ على توبتي كيف لا أعود إلى المعصية وإذا ما ضعفت ووقعت فيها كيف أعود أحسن حالاً مما كنت وكأن شيئاً لم يكن وكيف أذهب أصر الذنب كل هذا بالعلم بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم لا تقنت من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما وقعت في المعاصي فهناك باب مفتوح اسم باب التوبة يجعلك تعود إلى الله سبحانه وتعالى وتذهب أصر المعصية بالعمل الصالح وبالأعمال التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى فإذا بك تقبل على الاستغفار وعلى التوبة وعلى فعل الحسنات الماحيات التي تمحو أثر الزنب إن الحسنات يذهبنا السيئات الجاهل بالمعلومات دي كمثال يوضح هنا أن العلم نعمة ومن من الله سبحانه وتعالى الذي لا يعرف هذه المعلومات لما يقع في المعصية مرة واثنين وثلاثة يقول لك أنا مش عارفة توب ويقول يعني إن صح التعبير خسران خسران فيزيد غيا والعياذ بالله ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى فيزداد فسقا وغيا ولا تكونوا كالذين نصوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم انظر أولئك هم الفاسقون الازتغراق كأن المعنى أن الإنسان إذا نسي الله سبحانه وتعالى ولم يراقب الله عز وجل ينسيه الله نفسه ما يحدث له إذا أنساه الله نفسه إلا إجراله سيزداد فسقا وغيا إلى أن يبلغ في الفسق منتهى منتهى أولئك هم الفاسقون هكذا بأن الاستغراق سيتمادى فيه والعياذ بالله فهذا هو الخطر بداية الجهل والجهل وعدم العلم لكن الذي يعلم سواء كان ذلك بالتعلم أو بالسؤال فكم من إنسان لم يوفق للطلب العلم بطرقه المعروفة المنتشر بين الناس لكنه حريص يسأل ويفهم ويعرف ومن كثرة الأسئلة أصبح عنده من العلم ومن التقوى ما ليس عند غيره ممن سعوا بأسبابها فأحرص على العلم بأي طريقة من طرقه بالقراءة مع مراعاة فهم العلماء أيها الحبيب في الله ومسؤال أهل العلم وأهل الذكر بالقلوس بين يدي العلماء لتتعلم تجد خيرا عظيمة الذي يدفعك إلى ذلك أيها الحبيب في الله أيًا كان تخصصك كما قلت أن العلم نعمة العلم بالشرع نعمة منه تعرف تنجو بها من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات وتعرف بها من هو الله سبحانه وتعالى وتقترب من الله فتأنس بالقرب من مولاك سبحانه وتعالى كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد رفعه بفضل الله الله عز وجل قيمة أن تتعلم وأن تكون عالمة قرن اسم العلماء باسمه واسم ملائكته في الشهادة على أعظم مشهود به وهو توحيد الله سبحانه فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم يقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله معلقا على هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد قال في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء استمع لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء لكنه قرن اسم العلماء كشريفا لهم بفضل الله عز وجل أيعقل بعد هذا أيها الكرام أن نزدر العلماء وأن ننتقصهم أو أن ننسبهم لكل نقيصة بدعوة الحرية أيعقل هذا أيها الكرام المؤمنون أيعقل أن يثور الإنسان على كل شيء حتى على المبادئ وعلى الدين وعلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى العلماء هم المبلغون عن الله الموقعون عن رب العالمين في دنيا الناس ويبلغون دين الله عز وجل ويبينون للناس الحلال من الحرام هم أحسن الناس قولا هم أحسن الناس قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هم أطقى الناس لله سبحانه جل في علاه أطقى الناس لله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العلماء أشد الناس خشية لله بما علموه من معاني العلم أما من ابتعد عن معاني الخشية وظهر في ثوب العلم فليس بعالم ليس بعالم في عرف العلماء وفي عرف الديانة أيها الكرام من ادعى ده اسمه مثقف عنده معرفة عنده معرفة لكن لا يعمل العلم الخشية العلم يورث خشية ويرث عملا ويرث إقبالا على الله سبحانه وتعالى يدعي ثوب المعرفة وثوب العلم وإذا به لا يعمل بمختضى ما يقول هذا لا يغني شيئا عن نفسه ولا عن غيره أيها الكرام المؤمنون إنما العالم العامل هو من يستحق لقب العالم على الحقيقة أيها الأحبة في الله هو من يستحق لقب العالم لذلك كان أبو قلابة يقول لا يزال العالم جاهلا يعني عالم جاهل في نفس الوقت لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به فإن عمل به صار عالما الضابط اللي تعرف بالعالم الذي تعرف به العالم أنه أولا عنده فهم في الشريعة ويعرف الأحكام بأدلتها ويعرف علوم الشريعة ودرسها دراسة حقيقية ويعمل بمقتضى ما علم لا يعمل بمقتضى ما علم فلا يعد من العلماء لأنه سيوقعك في مهلكة عظيمة سيجعل الدين عرض للأهواء ويبحث عن رخص ما أنزل الله بها من سلطان فرق بين الرخصة بدليلها وبين التحايل لإيجاد رخصة إلى غير ذلك فأهل التحايل أيها الكرام الذين يحللون ما حرمه الله بغير أدليل واضح الذين يحللون أمورا ويترخصون فيها بغير دليل وعلم من كتاب الله وسنة رسول الله ليسوا بعلماء وإن ادعوا ما ادعوا بذلك وإن أوتوا حسن الكلام وزوقوه وزخرفوه لكن العالم من يعرف من يعمل من ينفذ من يطبق تعلم وعمل نحن لا نقول العالم من يعمل فقط أنا أريد أن ننتبه بارك الله فيكم لا نقول أن العالم من يعمل فقط ولا من تعلم فقط إنما من تعلم وعمله هذا هو الأصل والأصل لأن العلم يورس خشية لله ممكن واحد من الأفاضل يقول لي طيب ما احنا بنشوف ناس تعلمهم وبتصدر منهم مصايب ويقع فيه أخطاء ويقول لك أولا بارك الله فيك اعلم أنه لا يوجد أحد معصوم والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى هكذا وأن البشر معرضون للخطأ وللزلل هذه واحدة وأن ذلك لا يقضح في الإنسان إذا كان عن ضعف وتاب وعات طيب اللي بيقع في المعاصي مع دعائه العلم وفرق بين أن يقع ضعفا ويتوب وبين ذلك الذي جعل المعصية له منهجا وأخذ يتعلم ليتحايل على أحكام الشريعة وأصبح يعني إذا به يسير في طريق التحايل وفي طريق الغي والعياذ بالله وابتعد عن امتثال أوامر الله عز وجل فطراه يحلل الحرامة بتأولات فاسدة أو ما إلى غير ذلك اعلم أن ذلك بسبب خلوده إلى الحياة الدنيا العلم الأصل النبي يورس الخشية طيب لو تعلم بنية سيئة عشان السؤال اللي أثرته إزاي نجدنا واحد تعلم لكنه هذا العلم لم يورسه خشي العلم بيري الأصل والفرق حاجة والأصل حاجة تانية المشكلة الموجودة عند الناس مبدأ التعميم مبدأ التعميم ده خطأ كبير جدا 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 لا يصح ولا يجوز أيها الكرام ليس معنى أن شخص من فئة معينة أخطأ أن كل الفئة أصبحوا مخطئين وضلال ليس معنى أن شخصا نسب إلى التدين أخطأ أن كل المتدينين مخطئين وأنهم كلهم بيتخذوا الدين سطار أو ما إلى غير ذلك هناك من يكون في كل فئة هناك من هو من أهل الصلاح وهناك من هو من أهل الفساد هناك من هو على صلاح وتقى لله سبحانه الله وهناك من يضعف بسبب بشريته فإن تاب تحمد له توبته أقولها إن تاب تحمد له توبته وإن لم يتب بذلك فإنه وقع في غي وإذا به أورد نفسه موارد الهلك لأنه رضي لنفسه بالعصيام وبالسير على ما يخالف دين الرحمن دين الرحمن سبحانه وتعالى فعلينا أن نكون منصفين أيها الكرام المؤمنون ما ينفعش نقول إن واحد في وظيفة معينة في مهنة معينة أخطأ إن أصحاب المهنة كلهم كذلك واحد في طائفة معينة أخطأ إن كل الطائفة كذلك إلى غير ذلك واحد ملتحي أخطأ مش كل الملتحين أخطأه واحد غير ملتحي أخطأ مش كل غير الملتحين أخطأه إلى غير ذلك فالشاهد أيها الكرام مبدأ التعميم مبدأ ظالم جائر والظلم لا يرضى به الله سبحانه وتعالى ويحاسب عليه الإنسان وهو ظلمات بين يدي الله سبحانه وتعالى ودعوة المظلم المظلم مستجابة والله عز وجل ينصرها ولو بعد حين فعلى الإنسان أن يحذر ومظالم العباد أخوك دالوا عرض لما تقع في فئة معينة كل المتدينين كذا كل أهل البلد الفلانية كذا يدي مش أعراض ناس زعلت من واحد في محافظة تقول المحافظة دي كلها من الصابين مثلا لأن واحد ما صاب عليه حرام دي أعراض ستسأل عن أعراض الناس يوم القيام قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فإذا كان هذا في سبيل العموم فما بالكم في من يقع في عرض العلماء الذين أثنوا أعمارهم في تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسنى وجدنا واحد تعلم وأخطأ أخطأ دي لها أمور كثيرة كما قلت منها ضعف ومنها سؤنية فيعاقب بذلك كما قال الله سبحانه وتعالى وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا لو شئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ده واحد عرف العلم وعرف الحق من الباطل لكنه انسلخ مع ملش بمقتدى العلم طيب لماذا لم يرفعه الله بالعلم مع أن الأصل أنا أركز على هذا الأصل أن العلم يرفع صاحبه فلا يصح النظر إلى الاستثناء ونترك الأصل ما تنظر إلى بقية العلماء وما هم فيه من خشية وتقوى وبعد عن المحرمات واتقاء الشبهات ابتقاء مرضات الله سبحانه وتعالى كل ده لا تنظر إليه وتنظر إلى واحد أخطأ في ذلك وقد لا يكونوا عالما أصلا كذلك أي متدين فئة المتدينين الأصل أنهم أطقياء يبحث عن طاعة الله واحد أثنين ثلاثة عشر أخطأ اللي يخطأ مش معصوم لكن أي صح بخطأ بعد موعة أن احنا نشك في كل أهل الديانة هل هذا من الإنصار هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى أم هذا ظلم وجوه يحاسب عليه العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى ووقوع في أعراض ناس وهذه الأعراض حسنات وسيئات يوم القيامة كأنك بتهدي أفضل ما عملت في الدنيا أفضل حاجة أنت عملتها هي الصلاة المقبولة الصيام المقبول الذكر المقبول الحج المبرور العمرة كأنك بتهدي هذه الحسنات بالوقوع في الأعراض لأن هذا من علامات الإفلاس والمقص يوم القيامة في الحقوق بالحسنات والسيئات فيؤخذ من حسنات الظلمة الذين يقعون في الأعراض والذين يستسهلون ذلك والذين يسخرون والذين يفرحون بوقوع الناس في بعض الملتزمين وبعض أهل الديانة في الأخطاء ليعمموا ليبعدوا الناس عن الدين أو ما شابها فيؤخذ من الحسنات يوم القيامة فإذا فنيت حسناتهم أخذ من سيئات الذين وقعوا في أعراضهم فطرحت عليهم فطرحوا في النار هذه المسألة ظلم وجور مبدأ التعميم ظلم وجور أيها الكرام لكن لماذا السؤال تان لماذا بعد من تعلم قد يخطئ دمش الأصل لكن الفرع ده لما نجد نقيمه إزاي في ذلك لها أسباب كثيرة منها منها أنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه يعني لم يعمل بمقتدى العلم قال الله ولو شئنا لرفعناه بها كما رفعنا غيره من أهل العلم المعنى كده كما رفعنا غيره من أهل العلم ولكنه لماذا لم يرفعه الله كما رفع العلماء لماذا لم يرفعه الله بالعلم الذي علمه إياه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فالعيب في ذات الشخص ولا يظلم ربك أحدا فالعلم يحتاج إلى نية عشان نعرف نتعلم إزاي العلماء يقولوا مراتب العلم النية الصالحة إصلاح النية والإخلاص بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم الاستماع إزاي أتعلم إزاي أتعلم صح يراعي هذه المراتب أول حاجة النية الإخلاص لله سبحانه وتعالى ثم الاستماع استمع جيدا ثم الفهم فهم ما استمعت إليه ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دي مراتب العلم الإنسان يفعل يبقى قبل ما تنشر على موقع الفيس أو على غيره قبل ما تتكلم وتنشر شوف انت عملت إيه الأول في الجزئية التي تتكلم فيه في هذه الجزئية هكذا أولا النية صالحة استماع جيد للمعلومة التي تريد أن تنشرها ثم بعد ذلك فهم لما استمعت إليه عشان تنشر عن فهم ما تضعش الأمور في غير مواطنها ثم بعد ذلك حفظ ثم بعد ذلك عمل تطبيق لما تقول ثم نشر هذا دي مراتب العلم التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها أيها الكرام فعدم موجود النية الصالحة هو اللي بيأدي للإنسان بذلك أيها الكرام إن نطلب العلم للدنيا وليس للآخرة هكذا طلبه للدنيا وليس للآخرة ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه والعياذ بالله فعوقب بذلك كفى مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهف أو تطرقه يلهف الشاهد أيها الكرام هل يعقل بقى في الشريعة أن نحن نقول أن مثل هذا المنسلخ بدم وقع في الخطأ معرف ومعملش فعوقب بالانسلاخ أن نحن نقول كل من تعلم هكذا هل هذا من الدين أصلا أيها الأحبة أبدا ليس دينا وليس شرعا وليس فهما عن الله وليس في شيء من الطقى من يفعل ذلك أيها الأحبة في الله فعلى الإنسان أن ينصف وأن يخلص لله وأن يعلم أن أعراض الناس ليست مستباحة وأنه سيسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى فضلا عن إن ممكن إنسان مؤمن تقي يقع في فحشة ممكن قال الله في شأن أهل الإيمان والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستهل ضعف ضعف وقع في معصية يترك له طريق إلى التوبة أو لا لو المعصية تستوجب حد أنه رفعت إلى السلطان يجب أن يحد ويجب أن يقام فيه أمر الله ليكون عبرا لمن غيره لم ترفع إلى السلطان وتاب وأناب وأصلح يقبل ولا لا يقبل يقبل الإسلام يحرس على الأخذ بيد العصاء إلى الله مرة أخرى وأن يعودوا مرة أخرى هكذا أما الناس الذين يحرسون على نشر هدك الست أسطار الناس وفضح الناس ولا يهيئون لهم فرصة للتوبة هذا من البغي ومن الظلم أيضا أيها الكرام علينا أن ننظر من نظرة الشرع إلى بنظرة الهواء أيها الأحبة ننظر إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى أنت لا تبغض العاصي لشخصه ولكنه لكونه عاصية فإن كان هناك سبيل لأن يترك المعصية وأن يعود مرة أخرى فأهلا ومرحبا وحبا وكراما ونفرح به وبتوبته وبعودته إلى الله سبحانه وتعالى فهنيئا له في ذلك أيها الكرام فالإنصاف مطلوب الشاهد أحبة في الله إن الأصل في العلم أنه يرفع العبد الدرجات عند الله ولا يتنافى هذا مع وقوع بعض الناس في الأخطاء على الطريقة التي ذكرناها والتفصيل المذكور آنفة فعلينا أن نراء ذلك فهذا من بركة العلم أيها الكرام أرجع مرة أخرى إلى كلام الإمام القرطبي عليه رحمة الله على قولي تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال وفي هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء هكذا فلذلك ينبغي أن تقدم الأمة علماءها وأن تعرف قدرهم لا أن تقدر التافهين لا أن تقدم التافهين على أنهم قدوات هذا لا يصلح أصلا أيها الكرام المؤمنون وهذا خلل عظيم ينبغي علينا أن نتضاركه وإلا ضاعة الأمة قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع التافه الدعي الذي لا قيمة له وكذلك في علامات رفع الأمان ومنها الرجل التافه الذي لا علم له ولا فهم ولا عقل يتكلم في شأن العامة الأمور تخص الأمة والأمور العامة لها أهل العلم ولها العلماء كل في تخصصه على حسب الأمر أيها الكرام الأمر اللي كان بيخص المسلمين يعرض على سيدنا عمر يجمع له أهل بدر مسألة ونزلة لكن هذا التسيب وهذا التساهل في مسألة اتخاذ أي إنسان قضوة لمجرد الشهرة هذا لا ينبغي أيضا أن يكون ينبغي أن نقدم العلماء إذا كان العلماء هم أشرف الخلق فينبغي أن نقدمهم أيها الكرام لنستنير بأرائهم ولينفع الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى اللي يعينك ويخليك تحرس على ذلك مرارا قول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ترفع الدرجات ببركة العلم ترفع الدرجات ببركة العلم بفضل الله سبحانه وتعالى أتريد رفعة عند الله تكون مع الأنبياء مع الصدقين الشهداء الصالحين هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم أهل النعيم المقيم الجنة درجات وكل درجات يعني فيها ما فيها من النعيم فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك أيها الحبة ميزة العلم أنه بيرفع العبد الدرجات العلا ليه لأنه بيجعل العبد بيرزقه الخشية فإذا به يعرف كيف يبتعد عما لا يرضى عنه الله ويتقرب إلى الله بما يرديه إذا العالم بالله إذا فعل العبادة عنده من معاني الخشية والإنابة والطقوى والمراقبة والمحبة والخوف والرجاء واختلاط هذه المشاعر أثناء عبادته لله عز وجل ما ليس عند غيره ممن لا يعرف هذه المعاني ولم يخبر بها أيها الكرام فزي ذلك تجد فرق بين صلاته وبين صلات غيره كما بين السماء والأرض ببركتي إنه عرف إزاي صلي تعلم نحن هنا العلم نسبي في واحد تعلم جزئية واحد تعلم جزئيتين واحد تعلم جزئية فهكذا التعلم سواء حتى لو سألت في كيفية الصلاة بخشوع وكيف أستجلب الخشوع وتعاليتها أصبحت عالم عالم بالصلاة وبتأديتها وبخشوعها هكذا وتنتقل إلى تعلم غيرها الشايد العلم هي خليك تؤدي العبادة بمثل هذا الوجه ثانيا فترفع به الدرجات العلم أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا العلم أن يبينوه للناس وإذ أخذ الله ميثاق فالذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فبينشر العلم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم العلماء يقطعون السبيل على الشيطان الذي يريد أن يضل الناس بدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى يقنطون العصاء أهل الجهل والشياطين الإنس يقنطون العصاء من رحمة الله سبحانه وتعالى فيأتي العالم فيرغبهم في رحمة الله ويرغبهم في التوبة ويبين لهم أن فضل الله واسعة وإن كان قد وقع في كل الكبائر إذا حرص على توبة صادقة وعاد إلى الله سبحانه وتعالى قل يا عباد الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لم يستثن أي ذنب حتى الشرك بالله إذا تاب الإنسان منه يقبل الله توبته أما قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا لمن مات على الشرك أما من تاب وعاد فمقبول بفضل الله سبحانه وتعالى ففرق فالعلم يرفع الدرجات يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم في موزين حسناتك العلماء حسناتهم جارية حتى بعد مماتهم انظر إلى سيرة العلماء وإلى علم العلماء الذين ننهل من علمهم الآن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التابعين أدباء التابعين إلى إما المدبوعين زي أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد كذلك العموم الأئمة مثل الليث بن سعد وغيرهم من الفقهاء والعلماء الأئمة الذين نشروا معاني الدين وسطروها كالإمام النووي والحافظ بن حجر العسقلاني والإمام بن حجر الهيتمي وشيخ الإسلام تيمية والإمام بن القيم وخير علماء المفسرون الذين فصروا كتاب الله وتركوا أهل الحديث أهل الفقه حسناتهم جارية ماتوا من قرون وحسناتهم جارية بفضل الله ننهل من علمهم ننهل من علم الفقهاء ومن علم المفسرين ومن علم المحدثين ومن علم أهل اللغة ننهل حسنات جارية كل دي حسنات مات والحسنات عدد الحسنات شغال انقطع عدد السيئات بموته والحسنات بفضل الله موجودة مستمرة بفضل الله سبحانه وتعالى وكل من يستفيد منهم من الأدب أنه يترحم عليهم كان بعض السلف يقول بئس طلبة العلم أنتم تستفيدون من علمنا ولا تترحمون علينا فهكذا فهذا لو لم يكن إلا هذا الفضل لكفى بحسنات جارية فطرف يرفعون الدرجات هكذا فاحرس على ذلك أن العلم سيجعلك مؤهلا لهذا بفضل الله سبحانه وتعالى لذا أمر الله النبي صلى الله وعلى سلم بالازدياد من علم بقوله وقل رب زدني علما فلو كان شيء أشرف من العلم لأمره بالاستزادة لكن لشضف العلم أمره من الاستزادة بالعلم فعلينا أن نقول وأن نجعل شعارنا وقل رب زدني علما ونحرص على الإزدياد بالعلم وأن نربي أنفسنا عليه نصلح أنفسنا ونصلح من نعول وننفع أمتنا أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسن وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية قرآن يهديه التقوى يسر